اشتركوا في القناة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه شكر الله سبحانه وتعالى لعباده هو عبارة عن يمكن أن نقول عن أمرين الأمر الأول هو الثناء على أفعالهم وكما نعلم جميعا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة يعني تمدح المؤمنين وقد أفلح المؤمنون يا الذين يقمون الصلاة ويؤتون الزكاة وآيات كثيرة جدا من هذا القبيل يمدح الصابرين برضو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهناك يعني شكر كثير عبارة أو في غلف ثناء على أفعال المؤمنين هذا شكر من الله سبحانه وتعالى لكن هناك شكر آخر عملي هذا الشكر العملي في مقدمته أنه يجازي بالكثير على القليل يعني يكون عمل الإنسان قليلا لا أقول قليلا جدا ولكن أقول لا نسبة بين هذا العمل القليل وبين الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للعبد وكأن وهذا نوع من الشكر العملي من الشكر العملي طبعا إلى جوار الشكر النظري اللي ورد في الآيات هناك شكر آخر قد يكون شكرا يعني فيضربون له مثلا بالأعمال القليلة التي يثيب الله أو يعني يضاعفها الله أو يعطي أكثر منها وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى وتقرره وتثبته مثل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف المنشاء والله واسع عليم واضح أن معنى الآية أن عمل الإنسان القليل الذي قد يكون في وزد حبة يلقيها أو يفعلها فالله سبحانه وتعالى يتعهدها بعدين تنبت سبع سنابل وكل سنبلة تحمل مئة حبة مئة حبة فالحبة اللي هي الأصل العمل ده أنتج يعني سبع مئة حبة ففي السواب الله سبحانه وتعالى يعطي سبع مئة ضعف والله يضعف لمن يشاء ثم بعد ذلك مثلا مفتوحة يضعف وممكن معنى يضعف مرة تانية يعني السبع مئة بألف واربعمية آية طمئن القلب حقيقة طبعا آية يعني تدفع الإنسان دفعا لعمل الخير مهما كان صغيرا مهما كان صغيرا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَا الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي يعني لو تحط له شوية مية من الدلو أنت تضلعه وهو معاه كوب أو معاه شيء تفرغ له لا تحقر هذا معروف وينامي يعني لا تستهم به لا تستهم به لا تستهم به وأيضا من جاء بالحسنة فلاه عشر أمثالها بعدين خذ البالك الثاني من جاء بالسيئة فلاوجزة إلا مثلها يعني سبحانه وتعالى برضو ده كرم منه آخر كريم كرم لا حدود له يعني لا يستوعبه عقل الإنسان من سعته ومن فرض إكرامه لعبده أيضا من جاء بالحسنة فلاه خير منها كمان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور فهذا التزيل هنا برضو الشكر لأنه يزيد في الحسنة الحسنة وعددا ومضاعفة وأيضا آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فالوصف الله سبحانه وتعالى يعني بالشكر في هذه الآية ده طبعا هو معناه الجزاء الكثير على العمل القليل أيضا فقر الدين الرازي يعني كبار علماء التفسير يعني قال لك أنظر تفكر في أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالجنة والجنة معروفة أن نعيمها مقيم أبد الآبدين تستهر لا تستطيع هذا يعني نعيم الجنة لا يقاس ولا يقدر هو يعلو على التقدير لأنه أبد يعني كلما افتكرت أن هذه النهاية لا مستمر لا تستطيع أن تتصور توقفا لهذا الاستمرار ده معنى الأبد أنه مستمر الوجود مستمر الوجود فلنفرض أن هذا العبد يعني حتى يعني ملأ حياته كلها حسنات ولفترة مئة سنة يعني ماذا تساوي عمل عمل مئة سنة في جزاء مقيم منعيم مقيم منعيم مقيم ده لا نسبة له على الإطلاق لا نسبة لأنه ده محدود وده لا محدود ولا تستطيع أن تنسب المحدود إلى غير المحدود استحيل كذلك من كفر طوال عمره وأسلم في آخر لحظة من حياته بالضبط وقد ضربوا هذا المثل وقالوا لو أن إنسانا كان كافرا بالله وبنعمة الله سبعين عاما ثم مثلا دخل الإسلام ومات من لحظة فأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة والنعيم المقيم طبعا ونعيم المقيم على لحظة أسلم لحظة واحدة استحق النعيم اعترف به ورجع إليه واعترف بأنه هو الله الخالق فهذا هو معنى الشكر الإلهي للعباد وهو الجزاء بالكثير على القليل سواء كان ينمي هذا القليل أو سواء كان هذا القليل يعني كل ما فعله هو هذا القليل في حياته الدنيا طبعا كما يشكرنا الله سبحانه وتعالى يشكره عباده الصالحون وفي الصلاة حين نقوم من الركوع نقول دائما ربنا لك الحمد والشكر ما الفرق بين الحمد والشكر يا مولانا؟ نعم الحمد هو الثناء على الجميل لكن الشكر فيه معنى أبعد وهو الثناء على يعني الحمد الثناء على على أنه سبحانه وتعالى حميد مجيد غفور شكور إلى آخر لكن الشكر يكون على فعل فعل بك فأنت تشكره تشكر الفعل لهذا فطبعا الحمد ده ثناء على الله سبحانه وتعالى الشكر هو يعني شكر بمعنى أنه اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى رزقك وأعطاك وأنت تشكره يعني كأنه في مبادلة أما الثناء فهو الحمد ابتداء أنما الشكر هو الثناء على جميل فعل بك وأمر آخر برضو يعني نبينه في هذا الأمر وهو أن الشكر الحقيقي كما يقول علماء هو الشكر الإلهي شكر العبد لا يمكن أن يكون شكراً حقق فيه لأنه مبادلة فيه نوع المبادلة والشكر الحقيقي هو الشكر الذي ليست فيه مبادلة ولا مقاصة ولا انتظار ثواب ولا أن قدمت شيئاً ليه كل هذا محاطم به شكر العباد نما الشكر الحقيقي هو الشكر المستغني عن هذا الشكل ده شكر بن سبحانه وتعالى ده شكر الله شكراً مستنين مننا حاجة يعني لا ينتظر شيئاً هو غني بذاته فهذا هو الشكر الحقيقي الذي يقال عليه الشكر لأنه شكر من لا ينتظر ثواب من لا يعطيه تبادلاً من لا ينتظر شيئاً فإن بالعكس ده هو يعني متصدق ومنمي ويشكر العبده يعني والعبد رغم شكره يعني لا يستحق هذا الشكر إنما هو فضل من الله فضل من الله سبحانه وتعالى إنما شكر العبد لله شكر يستحقه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم كيف نشكر الله عز وجل نعم هذا سؤال مهم جداً وها هنا أمران الأمر الأول أن يداوم العبد على الشكر يعني ما يكونش شاكل يكون شكور بمداومة هذا أمر الأمر الثاني أن لا يكون الشكر هو عبارة عن ترديد عبارة يقولها الشكر لله ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد اللهم الشكر عندما تأتيه نعمة أو كذا أو كذا وإنما قالوا أن الشكر لابد أن يكون من جنس النعمة التي يشكر عليها مثلا واحد أوتي مالا من فحش الشكر هنا اللهم لك الحمد والشكر إنما لابد ولذلك يكون الشكر من جنس النعمة يعني تخرج من هذا المال مالا الشكر في المال إخراج الزكاة برقم واحد إخراج الصدقات إخراج ما تصل به رحمة هذا مهم جدا فلو فعلت كذا فأنت الآن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لكن لو شكرته مئة مرة بلفظ الحمد لك وشكر لك والمال كما هو يعني الله أعلم يخرج للمستحقين أو لا يخرج هذا ليس شكرا ويعني لأن الشكر حين أزن حنقلب إلى لفظ سهل وده ما يؤتش عليه السواب ولا السواب الكبير كما قلنا والجنة إلى آخر والزكاة عايزين نحفظ الشكر من جنس النعمة يعني مثلا زكاة كما قلنا ما تصل به رحمك يعني شوفي أخي وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ده أمر وفي ناس كتير يقول لك أنا مدام ما ضلحت الزكاة ما حدش لي حاجة عندي تاني لا كان أمنا غير صدقات تعملت لين نعم وآت ذا القرب في آيتين هما في آية في إسرائيل اللي قلناها وآت ذا القرب حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا والآية التانية فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أو خير أفضل أبعا أفضل وجه الله وأولئك هم المفلحون زكاة العلم مثلا العلماء عليهم زكاة مش عليهم مرة زكاة بمعنى أن يقول الحمد لله أنا رجل يعني أن أعلم غيري لابد أن يعلم غيره هذه هي الزكاة وإلا إذا لم يفعل ذلك فهو لا يعد شاكرا لله على هذه النعمة ده درس مهم جدا يا مولانا الشكر من جنس النعمة من جنس النعمة من جنس النعمة تمام خذ مثلا الطبيب الطبيب الذي أوتي علم الضب لا بد أن يشكر ربنا على هذه النعمة والشكر هو أن يعالج الفقراء يعالج الفقراء ويهتم بهم اهتمامه بابنه المريض بأسرته المريضة يعني يهتم بعلاج الفقير هكذا وطبعا شوف اللي بيحصل الآن إيه ده لا يوجد تشكر لا يوجد ورزاك لا في بركة في الفلوس ولا في الفلل ولا في اللي هي بيسموها في البنوك دي حسابات الأمور كلها ويهيأ له في النهاية أنه هو كأنه ما عاش هذه الفترة في بقى بعض النعم بنشكر ربنا عليها بالحفاظ عليه زي الصحة طبعا الصحة دي نشكر طبعا نحفاظ على الصحة لكن تعين مريضا آه والقوي برضو قوي وصحة وقوي وكذا يعين ضعيفا فكل شيء له زكاة له زكاة هذه الزكاة من جنسها برضو يعني الأمر الثاني اللي ممكن يطبق على العباء والعبد السفيد منه هو أن يشكر الناس وده طبعا في ناس كتير تأنف من هذا يقول لك يعني ده معناها يا إمة ده نفاق فيه ناس فتصف كده من الناس اللي هم ليسوا على حظ من العلم الصحيح في الدين يقول لك لا ده نفاق أن أشكر ربنا بس طبعا هذا أمر خطأ ويعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك وقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس إنما ما أريد أن أنبه عليه هو أن شكر العبد للعبد ده أمر مطلوب شرعا وكفى بهذا الحديث يعني تبريرا لأن يكون هذا الفعل من فضائل الأعمال في حديث ثاني برضو يعني معناها من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له يعني شوف برضو حتى لو ما معكش حاجة خالص لا في دين في رقبتك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلسي حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الموصول وأحبانا الكرام إلى أن نلتقي مجددا مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة